اشتركوا في القناة الله تعالى وبركاته والله أن يتم الرجل عمله وأن تتم المرأة عملها فذلك من أبرع ما نهنئ به أنفسنا وقد يسر الله لنا أن تنقضي هذه الأيام الثلاثون ونحن راضون بحكم الله وله مذعنون فهنيئا لكم سادة الكرام هذا الثبات وطول النفس أسأل نفسي وإياكم هذه العبادة ليست أولى العبادات التي نفرح بإتمامها فنحن في كل يوم نزاون صلاة تنتهي بالسلام ونخرج لنهنئ بعضنا بالقبول ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتوجون بتاج الأز يوم الوقوف بين يديه ونحن نصوم ونهنئ أنفسنا ونحج ونهنئ أنفسنا لكن هذه العبادات التي تنقضي أمامنا ونهنئ أنفسنا بها هي في الحقيقة عبادات ظرفية لا تترك آثرا في نفوسنا بعد انقضائها وكأن العبادة بالنسبة إلينا هي حيز زماني محدود هو وقت أدائها فنحن في صلاة ما دمنا في صلاة لكن إذا خرجنا من الصلاة تركنا الصلاة ونحن في صيام ما دمنا في صيام فإذا خرجنا من رمضان تركنا الصيام صحيح أن نترك فعل الصيام وأن نترك فعل الصلاة بعد انقضاء هذين العبادتين لكن ليس صحيحا أن أثر الإبادة يتوقف بانقضاء تلك العبادة وإلا ما كانت الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر وما كان الصيام ليؤهلنا للتقوى هذه العبادات تؤهلنا لأن يكون لها إشعاع ونورانية علينا تتحول بمجبها سلوكاتنا إلى سلوكات مستقيمة ما دام أثر العبادة قائما فينا والإشكال الذي يطرح علينا اليوم ما بان عباداتنا غير مؤثرة فينا بعد انقضائها لعل المثال يوضح الحال فأنتم تعلمون أن الهاتف الجوال الذي ولعنا به من مكوناته الأساسية بطارية هي التي تحشد الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفق على هذا الجوال عند استعماله وهي طاقة ليست متصلة أصلاً بمصدرها وإلا ما أمكن لنا أن نصطحب معنا الهاتف وخيطه مربوط بالحائط فكان لابد أن نجد له حاشدة تحجد الطاقة فيه وهي التي تنفق علينا من تلك الطاقة لنستعمله كلما أردنا ذلك ونحن خلق الله لنا قلباً يحشد نور الإيمان إذ الإيمان يتنزل بالقلب والعبادات التي نزاولها إذا كانت عبادات قلبية قائمة على أساس الارتقاء بالنفس ننوي من خلالها أن تكون مسخرة لتحويل حالنا لتكسبنا طاقة جديدة فهي تبقى منفقة علينا أما إذا تحولت إباداتنا إلى طاعة موروثة هي أقرب للعادة منها إلى الإبادة فإنها لا تؤثر فينا أبداً وهذا حالنا ونحن نصلي وهذا حالنا ونحن نصوم نصوم لأن الناس يصومون ونصلي لأنهم يصلون ولما يسأل واحد مننا نفسه قبل الصلاة كيف كان وكيف أصبح بعدها وليس مننا من يسأل نفسه كيف كنا قبل دخول رمضان وكيف نصبح بعد انقضاءه أسألكم إخواني والليلة ينقضي شهر رمضان أن تضعوا كفة الميزان بين أعينكم لتزنوا طاقاتكم الإيمانية بعد هذا الشهر ولتنعموا بأنكم قد كسبتم منه إرادة وقوة وشكيمة تجعلكم قادرين على أن تقولوا للباطل لا وللظلم لا وأن تكونوا عنصر خير تختارونه أنتم بأنفسكم رمضان يودعكم ولكنه يترك فيكم إرادة قوياً وفهماً صحيحاً لواقعكم ولقدراتكم فلا تغيروا هذه الحال وإياكم أن يذهب عنكم هذا الإشعاع النوراني بدونه لم نستطيع أن نعيش أمرنا حبيبنا محمد على وجه الاستحباب بأن نصوم ستاً من شوال بعد انقضاء رمضان ليشعرنا بدوام الالتزام بمجبات العبادة ونحن نتابع فعلها في ستة أيام من الشهر الموالي حتى لا ينقص أداؤنا الإيماني وحتى يتقوى يقيننا بأن الله ناصرنا وأن الله معنا وأن الحق يعلو ولا يؤلى عليه وأن حالات الضعف التي ترتادنا ليست إلا مهيئة لحالة قوة وثبات نسأل الله أن يديمها علينا أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق وأسألوا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا وأن يرأب الصدع بيننا ويقوي رابطتنا حتى نكون حصناً منعاً إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة